من مطلق ترقية الفعل الانتخابي والمساهمة في إنجاح هذا المصاري الانتخابي عدة ضوابط وشروط أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم الحملة الانتخابية في مجال الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور مؤكدة أن الحملة تتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبقرار من رئيسي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تحديد السابع من أكتوبر تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي في الثامن والعشرين من نفس الشهر كما حدد القرار الجهات التي تتولى القيام بالحملة الانتخابية حيث سيكون الطاقم الحكومي من بين هذه الجهات على أن يرسل برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيسي السلطة الأحزاب السياسية هي أيضا يخول لها القيام بالحملة الانتخابية وفق شروط محددة منها أن تحوز كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو أن تحوز عشرة مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو أن تحوز مقاعدا في المجالس الشعبية المحلية كما يمكن القرار الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى خمسة وعشرين ولاية على الأقل بالقيام بالحملة الانتخابية هذا بالإضافة إلى الشخصية السياسية يمكنها أن تساهم في شرح والتعريف بمشروع تعديل الدستور وللمشاركة في الحملة الانتخابية يتعين على الأحزاب السياسية والجمعية الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة خمسة أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية فيما تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري تحديد الحيز الزمنية المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بالإضافة إلى ضبط كيفية الإشار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من خلال استخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراصلات المكتوبة كما يتم تحديد الأماكن المخصصة للإشار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أما بخصوص الإشار في الخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية هذا وتؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن القيام بعملية التحسيس والحملة الانتخابية يخضع لتأهيل مسبق من قبلها